أغنية من أرواح لأغاني بتقول هي الحكايات المتشافة في بلدنا زمان لكن الموضوع ده كان زمان لأن النهاردة مصر في الجمهورية الجديدة عندنا ألف حكاية وحكاية من ضمن أهم الحكايات اللي موجودة عندنا المشروعات القومية الكبرى اللي دايما بتولي لها الدولة اهتمام كبير جدا وتابعنا ده من خلال زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إمبارح لأحد مشروعات الطرق والمحاور محور حصاب الله الكفراوي إيه أهمية الطريق ده تحديدا وإزاي هيقدر يربط ما بين محاور القاهرة الكبرى ومنطقة التجمع تحديدا هو ده اللي احنا هنعرفه من خلال ضفنا الكريم اللي مشرفنا في الستوديو وهو المهندس جمال عسكر خبير الطرق اللي موجود معنا ومشرفنا صباح الخير بشمانت أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بيك لسهد المشاهدين يعني بشمانت يمكن تابعنا مبارح وأصبحت يعني لو نقدر نقول ويجيز لنا التعبير سنة محمودة دايما كل يوم جمعة بينزل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يتفقد محاور الطرق ويتابع ويقف بنفسه مع المهندسين اللي موجودين علشان يعرف هل ده يعني هي الاستفادة العظمى من الطرق اللي موجودة ولا فيه جديد نقدر اللي احنا نضيفه كمان شايف الزيارة دي ازاي هناخد الموضوع بداية من فكرة انشاء الشبكة القومية للطرق في مصر ودي بدأت في منتصف 2015 فالمفروض تنتهي بنهاية 2019 عشان تضخ 887 كيلو متر أسفالت جديد ورفع كفاءة القديم بتكلفها تتراوح أو وصلت إلى الآن حوالي 200 مليار جنيه هكذا بتتكلم على طفرة غير مسبوقة للدولة المصرية اخدت مصر من المنصة رقم 118 بمقاييس جود الطرق على مستوى العالم إلى المنصة رقم 28 نهاردة مصر ما تبقى في المنصة رقم طبعا قفزة كبيرة جدا تشتغل على الكونتينيس امبروفمنت أو بتتكلم على الجودة والسلامة الجودة مهمة أن انت تعمل طريق تكلفه هذه المبالغ في ظل الدولة بتطلع من صورة 2011 فلازم تكون حاجة بتتعمل بجودة عالية مع الحفاظ على معدلات الأمان على الطرق ديت رفلكشن بتاحها والانعكاز بتاحها بدأ يظهر ازاي بنهاية الـ 2016 كانت عندنا معدلات القتل على الطرق في 2014 و15 و16 في حدود 625 قتيل 6450 قتيل 6975 قتيل نزلت هذه المعدلات بمقدار 24% بنهاية 2016 عند افتتاح الطريق الدائري الإقليمي 400 كيلو متر لكن عندنا دائري 100 كيلو عندنا دائري أوسطي دلوقتي 200 كيلو عندنا دائري إقليمي 400 كيلو متر بدأت تنزل هذه المعدلات بنهاية 2020 لحوالي 44% من معدلات الحوادث على الطرق فده بتعتبر طفرة كبيرة للدولة المصرية مصر برضو تقع عشان الإحصائيات تقع في المنصة رقم 92 على مستوى العالم من 174 دولة في معدلات الحوادث يعني مصر بتقع في المنطقة الخضرة بيعتبر الطفرة اللي بتبقى موجودة دلوقتي أو الجدول اللي بيعملوا فخامة رئيس الدولة بمرور يعني بشبه إسبوعي أو شهري على المشروعات القومية اللي بتحصل في الدولة طبعا دي حاجة من رئيس الدولة بتعتبر حمل زيادة على رئيس الدولة بمعنى أن هناك مسؤولين في كل قطاعات في الدولة يجب على كل مسؤول لي جوب ديسكريبشن معين لي وصف وظيف يعملوا لازم يتابع هذا الكلام مش إسبوعيا لا يوميا بالساعة ليه؟ لأن كل دولة العالم بتشتغل على حاجة اسمها الكي بيرفورمانس انديكيتور معدلات قياس الأداء النهاردة بتعمل مشروع دي الوقت كل الدولة شغالة على المشروعات بتسمى المهام الزكية اللي هي محدد لها وقت معين هتنجز فيه في وقت معين الانجازات بتاعتها بتبدأ تتقاس من وقت للتاني لها تايم فريم معين بتتعمل فيه فكل هذين متابعات انت بتشتغل عليها على الستاندرد الوقتي على مستوى العالم فرئيس الدولة لما ينزل في وسط المهام الكبيرة قوي دي ويشوف الطرق دي بنفسه ويناقش الناس اللي مسؤولة على الطرق فطبعا دي حاجة يعني جديدة بنشوفها لأول مرة ما كانتش بتحصل بالشكل ده نقلت الطريق ده من جنوب القاهرة لغرب القاهرة ازاي تحل التكدسات اللي موجودة دي كلها موجودة في الدولة هي كانت المشكلة فينا عندنا في الطرق عندنا التكدسات موجات مرورية حمرة تكدسات وازدحمات دي كانت بتعمل ايه كانت بتعمل استهلاكات محروقات عالية جدا وبرضو للعلم يصل استيراد مصر من المحروقات في حدود من 16 الى 18 مليار دولار سنويا وده بيعتبر عبق كبير على خزينة الدولة المصرية من العملة الصعبة ده فكر او خلى رئيس الدولة في اتجاه واغلب المحروقات دي بتضيع في زحمة القاهرة ضيع في الزحمة دي حاجة حاجة تانية بتعمل معدلات انبعاثات كربونية سمى رهيبة وده اللي خدنا في رؤية مصر 2030 لما اتكلمنا في البيئة والطاقة والشباب بدأ رئيس الدولة يحط اول مبادرة لي وهي مبادرة تمكين مصر كمصنع اقليمي للسيرات الكهربية ليه؟ عشان يبدأ يخلص من استهلاجات المحروقات عشان يخلص من انبعاثات الكربونية السمى اللي بتصيب الناس كلها حاجة المهمة الناس ما بتاخدش بقالها ان انت بتبقى في الشارع طول النهار بتروح البيت مهدود انت همدان مش عارف من ايه لكن هنا عندنا تلوث نوعين تلوث سمعي وتلوث في الصحة تلوث السمع ده جي بقى لي العربيات الكهرباء اللي هي من غير صوت خالص النقلة اللي بتعملها الشبكة القومية للطرق دي بقى بتعمل ايه؟ بتفك كل التكدسات بتقلب الموجات المرورية الحامرة الى الموجات المرورية خضرة ليه؟ عشان الانسيابيات على الطرق طريق النهاردة كنا بنحسب للطريق النهاردة بيستحمل تقريبا في اليوم هيعدي عليه عشر تلاف عربية عشرين الف عربية لا بتشتغل انت على حاجة دلوقت سمعي شور تيرمو لونج تيرم بلان بتصمم الطريق لمدى قصير ومدى بعيد ان انت متوقع ان الطريق ده بعد عشر سنين بعد عشرين سنة هيبقى الخمسين الف عربية فانت بتصمم الطرق علينا ولذلك هتلاقي عدد الحارات كان زمان عندنا في مصر حارتين او تلاتة ماكسموم اقصى حاجة تلات حارات النهاردة عندك طرق بتوصل حوالي سبعة وتسعة وفي منطقة من المناطق النهاردة فيها حداشر حارة ده كله ليه؟ عشان تشتغل على الشبكة القومية الطرق دي فيه حاجات جديدة بتعملها الدولة وما يقرب البيارتي او لتوبسات الترددية الكهربية اللي هتمشي على الطرق فمحتاج أربع حارات لوحديها رايح جاية بالزبط انا بقى كنت عايزة اقول حاجة حضرتك قلتها حلوة جدا 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 الناس كلها بتاعوا تقول احنا كل شوية نشوف تطوير في الشارع ده هيفيدنا بايه؟ انت قلت حاجات اختصرت يمكن حاجات كتيرة قوي اول حاجة الوقت الطويل اللي احنا بنقضيه على الطريق اللي بنضيع منه عمرنا يعني النهاردة اروح من مشوار من التجمع الخمس لأكتوبر الموضوع كابوس يعني ممكن ياخد بساعتين النهاردة قادرين نشوف الحارات الكبيرة الدائري الجديد اللي فعلا 45 دي قابت كتير جدا فعز الزحمة انت بتبقى وصلت الناحية التانية من المحافظات الانبعثات الكربونية اللي حضرتك تكلمت عنها تكلمت عن نقاط مهمة جدا جدا حتى كمان عملية الشكل الجمالي الياديق بالمصريين وبشكلهم أمام العالم كله فدي نقاط مهمة جدا عايزة اتكلم بقى على النقل الجماعي بذات ألمازة بارك التطوير شوفناه كبير قوي في المنطقة دي بالذات شوف النقل الجماعي ازاي النهاردة نهاردة الدولة بتعمل ايه كنسا بنتكلم دلوقتي منديها واحدة على البي ار تي الأوتوبيس التردد الأوتوبيس التردد ده موجود في أوروبا وموجود في دول كتيرة جدا الأوتوبيس ده بيبقى ليه حارات معينة بيمشي فيها ما فيش حد تاني يقدر يخش في الحارة دي نهائي عشان هو ملتزم بهذه الحارات حاجة تانية ليه إشارات مرورية كهربية دي اللي هي مجموعة النقل الذاكي الأي تي اس دي اللي هي مجموعة النقل الذاكي الأي تي اس اللي الدولة شغال عليها دلوقتي هم حالتين مع بعض البي ار تي أوتوبيس كهرابي والمنظومة بتاعت التحكم الإلكتروني كل ده هيبقى فيه أربع حارات اتنين رايحين واثنين جايين ده مستو إيه لأن الأوتوبيس ده أحيانا بيبقى فردة واحدة وحنا بيبقى اتنين أوتوبيس مع بعض شابتين في بعض الحاجة زي الأي كورديون كده ده بياخد في حدود مية وسبعين مواطن فلما تبص على الحزب بتاعته في حزبة بسيطة أو في الساعة هتلاقي بينقل في الساعة خمس تلاف مواطن رايح جاي ده التقاطر بتاعه تقريبا بيبقى من ديئة إلى ديئة ونص إلى ماكسمال ديئتين يعني كل ديئتين فيه أوتوبيس جاي فده هيخفف لك الحمل اللي موجود على الدائري بالكامل ده النقل الجماعي طب انت هتعمل إيه في الميكروباسات وشوفين كده الهماجية كمان اللي بنشوفها ساعة من من الميكروباس أو كده لا طبعا الكل ده هينزل تحت خالص هيبقى عنده كل محطة فيه تنزل نفق وتلاقي تحت موجود موقف عندك تاخد ميكروباس بتاعك تروح أي مكان انت عايزه لكن على الدائري اللي هيبقى البي ار تي بس هو ده النقل الجماعي عندك كمان محطة عدلي منصور تكلمي على خمستاشر فدان موجود فيهم خمس وسائل انتقالات بتكلمي على القطار الكهرابي تكلمي على القطار العادي مصر السويس تكلمي على متر الأنفاء تكلمي على البي ار تي تكلمي على كل المنظومات دي فيه مكان واحد في محطة بتعتبر انتناشنال ستيشن بتشغل كل هذه المنظومات تكلمي هنا كمان على التفرة اللي تحصل احنا قلنا انبعثات كربونية مفيش زحمات مفيش بتقللي زمن الرحلات للنص بتقللي معدلات سلاك المحروقات بشكل كبير حوادث ما بقاش فيه تقريبا وده أهم نقطة زمن حضرتك قلت احنا يمكن زمن شوية كنا بنسمع كتير قوي على حوادث الطرق في معدلات الموت حتى والإصابة والقتل بتبقى كثيرة جدا قلت 20-20 قلت لـ 40% فده رقم كبير جدا والنهار ده أكيد تبقى قلت أكتر وأكتر حيث لما تبصي في اليابان على سبيل المثال مثلا يحصل قتيل كل سنة أو كل سنتين يعني معدل صفر عدد القتلى هي الدول كلها في العالم كله بتقوم على سواعد أبنائها فلازم تحافظي على الهومان كابتل الطاقة البشرية الطاقة البشرية انت محتاجاها هي مشروعات قومية كبيرة جدا بتعملها الدولة الدولة عندها حلم مين اللي بينفذ الحلم ده مجموعة من الأفراد الأفراد دول بيشغلوا تحتهم جيوش من الناس بتشتغل في الصناعة في الزراعة في كل هذه الأنظام طبعا احنا بتشوف دلوقتي على سبيل المثال حرب اللي بتقوم بين روسيا ووكرانيا تكلم على كل الناس النهار ده الآن جدا من معدلات الاستراد القمح انت أصلا دولة زراعية فلازم انت ترجع للدولة الصناعية دي حاجة تانية اللي عملتها الطرق هنا مش عاوز أقول بس لازم أرجع هو احنا بدأنا نرجع بالفعل لأن يمكن تصراحات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي تابعها أمام أبنائه في الكلية الحربية اللي هو كان فيه رسالة طمأنة ويعني سبحان الله هي كانت أو تزامنت مع تاني يوم إعلان العملية العسكرية الفيئة نصا كده اللي احنا زرعنا 250 ألف فدار أمح السنة الجاية هيبقوا مليون اللي بعدها هيبقى مليون ونص علشان نحقق اكتفاء ذاتي ففيه دولة طموحة عندها خطط ثابتة ورؤية مستقبلية أيضا بالضبط ده اللي مهم جدا أن احنا نقول عليه انت لازم بقى عندك اكتفاء الحاجة التانية انت بقى عندك مشكلة في العملة الصعبة فلازم تنتج أي دولة لا تنتج فما عندهاش عملة صعبة هتفضل طول عمرك تستورد وطالما انت بتستورد لازم تبقى صاحب قرار عشان تبقى صاحب قرار لازم تكلم فالشبكة القومية اللي احنا قلنا عليها دي كمان فيها الميزات اللي عملتها ايه تعمل مدن جديدة الرئيس الدولة بيفتتح مدن جديدة المناطق اللوجستية عندها دلوقتي ان شاء الله بتضاهي جبل علي في الامارات العربية المتحدة نعم أنا بس أنا عاوز أعطى حركة هنا حياتك قلت نقطة مهمة ويمكن الكل بيتكلم عنه حياتك قلت علشان انتج لازم ده بينعكس لا بقى صاحب قرار طبعا وبيأثر عليها يكوني لانا صاحب قرار وليه يوضع في المنطقة ككل أهمية الطرق دي اقتصاديا وإزاي هتنعكس عليها سياسيا أيضا على مين اللي احنا عملناه أو اللي الدولة المصرية بتعمله في إنشاء هذه الطرق على سبيل مثلا انت فتحت مثل 22 مدينة جديدة عملت مناطق عملت مواني جديدة في الدولة عملت مناطق لوجستية عشان ما تبقاش انت في احتياج دايما لمناطق لوجستية تانية ومواني تانية فيبقى كل شغلك موجود هنا تشوف ان في عندنا بعض الدول زي بنام على سبيل المثال حاجب بنام مدينة دولة صغيرة جدا ولكن يتم فيها عمل عمرات المراكب والبواخر بشكل رهيب جدا احنا ليه ما نعملش هذا الكلام مساحات عندنا متوافر مهندسين عندنا متوافر فنين عندنا متوافر فلازم تبقى دي في خطط الدولة مش هتروح بنام كمان الامارات كده كذلك بالزبط بس انت ايه الامارات بيجيب عقليات من برا انت عندك العقليات موجودة عندك الموانسين موجودين وبيعملوا هذا الكلام برا على مستوى العالم بشكل كبير جدا فلما انت تعمله في الدولة المصرية ده هيبقى ليه وقع كبير جدا عليناك كمصريين في ايه في مستوى دخل الفرد في النتج القومي والنتج العام في الدولة كل ده هي رفلكشن او انعكاسات بيتيجي على المواطن نفسه تشتغل على المنظومة اللي احنا بنتكلم لها في الطرق دي من ناحية الصحة هتلاقي الاطفال الصغيرين من سن سنة لعشر سنين كبتاب عندهم مشاكل كتير جدا في الرابع والامراض الصدرية نتيجة الامبعاثات الكربونية دي لما بتقل كل المعدلات بتاعت الامبعاثات الكربونية بيقوم البناء دم يبقى صحيح بدنيا ليه الامبعاثات دي بتعمل ايه بتقلل معدلات الاكسوجين اللي موجودة في الجو طالما قلل معدل الاكسوجين اللي موجود في الجو هتحس ان انت همدان حاجة تانية معدلات نمو النبات في انخفاض معدلات الاكسوجين في الجو هتقلل معدلات النمو بتاع النبات ودي حاجة مهمة جدا ازاي احنا نعمل هذا الكلام ده من غير ما يكون فيه عندنا اكسوجين فكل اللي بتعمل تزامن دلوقتي ده هيعمل ايه هيرفعك اقتصاديا لأن الدولة النهاردة بتفكر في صناعة السيارات الكهربية وتوطين هذه الصناعة في الدولة هيتم إزاي ده لو أنت ما عندكش طرق ما عندكش ما عندكش ما عندكش هي كل دول العالم والاستثمارات اللي بتيجي من المصريين أو العرب أو الأجانب كل ده أول حاجة بيبص على دولة فيها معدلات أمان عالية وده بقى موجود في مصر بشكل كبير لازم بقى في شبكة قومية للطرق ليه لأن أوباما لما مسك الحكم بدأ يعد للشبكة القومية بتاعته في أمريكا تحاد الأوروبي لما بيعمل المنظومة بتاعت القطار اللي بتاخد كل الدول دي مع بعضيها شوف التطور اللي بيحصل في اليابان كدولة ما عندهاش أي مصادر لكن الزئين نهاردة بقتها الدولة رقم واحد بشكل كبير جدا في إنتاج السيارات هل ده مرضوض على المواطن الياباني شكله إيه فده اللي احنا بمفكر فيه ده البنية التحتية لأي بلد ومن المهم إبقاء البنية التحتية مش بس قوية لأي كمان متقدمة عشان تواكب اللي بيحصل حتى في العالم لو أنت عايز تنافس وزي ما حضرتك قلت تبقى صاحب قرار وكل حد بالضبط المهم قوي هنا أن احنا عندنا decision maker نهاردة عندنا صانع قرار عنده strategy بيبص بنظرة يعني استراتيجية جمدة على long term plan بيبص على بعيد قوي فالنهاردة أنت محتاج تاخد الفكر ده كله والناس اللي موجودة في الدولة كل واحد في مكانه يبقى عنده نفس الروح دي عشان يقدر يتقدم لكن أنت النهاردة في بعض الأماكن بتلاقي فيها ناس ما هيش الرجل المناسب في المكان المناسب ده مهم جدا يعني عندنا كان مشكلة الفترة اللي فاتت دي على مبادرة الرئيس الأولى في تمكين مصر كان مصنع إقليمي اتعمل اتفاقية ما بين شركة النصرات والتي زلت مغلقة حوالي 17 سنة مع شركة دونج فينج الصينية برعاية وزير قطاع العمل وللأسف بعد 8 شهور فشلت هذه الاتفاقية فطبعا خلتنا في موقف يعني في مأزق قبير جدا أمام العالم أنت إزاي عايز تطلع في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط لأن مصر بتعتبر بوابة للشرق الأوسط وبوابة لإفريقيا بالزال أفريقيا دي ده قارة شريهة جدا للمنتج لما يكون المنتج موجود في مصر هنا وتكون أنت مصنع إقليم تبدأ تصدر هذا المنتج اللي أحسن من كده كمان رئيس الدولة عايز يحط 5 وإفريقيا وعلى أفريقيا تعديدا يعني كلام حضرتك هنا على أفريقيا بيؤكد أن مصر كمان يعني ما بتهتمش بتطوير البناء التحتية الخاصة بها فقط لا بتهتم أيضا بعملية التكامل الأفريقي بعد غياب فترة طويلة وده اللي بيأكده سيادة الرئيس دايما بإصراره على إنشاء طريقه القاهرة كيبتاون كيبتاون بالزبط كده ده الطريق هيبقى واخد كم دولة معا ده هيفتح أسواق كتيرة جدا لمصر ويخلي الناس تيجي مصر كمركز تبدأ تطلع منه الإفريقي لأن إفريقيا فيها فلوس كتير جدا فلازم ننتبه للنقطة دي طبعا بخلاف الشراكة مصر الدولة رائضة في المنطقة لكن الرياضة مش اسم رياضة أفعال عشان تبدأ تقليدها وده اللي بيحصل دلوقتي على الأرض أو على الواقع فده اللي لازم نمشي عليه في الصناعة بقى في الزراعة في كل حاجة ليه؟ عشان نقوم الدولة المصرية وتاخد مكانها في الرياضة المزبوطة في القرى الإفريقية وفي العالم نعم متا لما بتشوف القريطة بتاعة مصر على مصر تشوف خريطة العالم وجيب مصر تعمل خريطة دي بتعمل عليها كروس تلاقي مصر واقعة في السنتر في العالم فدولة عندها بحرين وعندها نهر وعندها طاقة بشرية 100 مليون بناء آدم دي حاجة مهمة جدا ورئيس كمان بيعمل على راحة المواطن بريح تكلم عن الطرق والمحاور الموازية بحيث أن المواطن يكون عنده أكتر من أو أكتر من مجال أنه يختار الطرق اللي هو عايزها قد إيه ده مهم لأنه نيسر العملية يمكن التنقلية للمواطن وزي ما حضرتك قلت حتى ده كمان تيسيل عملية التجارة حتى محليا وحتى إقليميا وعالميا بالضبط في حاجة اسمها تايم مانجمنت أو إدارة الوقت النهاردة لما بكون نازل وانا مش عارف أن أروح مشواري في وقت قد إيه دي مسبب لي مشكلة لكن لما يكون عندي تايم مانجمنت أنا عندي إدارة الوقت أنا عارف أنزل إمتى أوصل مشواري إمتى أخلصه وأرجع إمتى فممكن أعمل مالتي تاسك ببقى عندي 3 أربع الحاجة أماكن أدرى وعرف أنه مثلا الدائري في الوقت ده زحمة شوية عادر أخذ محورتيني فكرة التايم مانجمنت ده مش موجود عندي بقى دلوقتي كأشخاص فقط ده موجود عندي الدولة المتابعة لكلمة السيد الرئيسي مبارح مع المهندس المسؤول على الطريق كان في تعليمات واضحة الانتزام بالمعايير العالمية والجودة وخلال 3 شهر علشان دخول رمضان شايف برضو التوجيه بفكرة الانتهاء وسرعة الانتهاء دي إزاي إحنا هنا قلنا بنسينا بس نقول إيه إن هذه المواصفات التي تمت في الشبكة القومية المصرية الأشتو الأمريكي وهي المواصفات الأعلى على مستوى العالم ودي اللي بيتم بيها قياس معذلات الجودة على مستوى العالم ودي اللي رفعت مصر للمنصة رقم 28 أنا بتخيل أنه بنهاية 2022 إن شاء الله مصر ممكن تقفز إلى منصة رقم 24 على من قياس جودة التطورة فاللي بيكلم عليه رئيس الدولة طبعا هو بيكلم أصد الرجل ده عنده رؤية ده الرجل اللي قاد فوق الهرم فهو شايف الهرم بالكامل من فوق فعشان كده بيبص على كل ده يبص على تايم ماناجمنت عايز يعرف قد تقليل زمن الرحلات اللي كانت بتقرق المواطن الانبعاثات اللي كانت موجودة والنهاردة مع الانبعاثات دي بيعمل لك حاجة تانية اسمها 100 مليون صحة فدية أعمال متكاملة ما فيش شعب صحيح في العالم ما عندوش علم كويس تعليم كويس وما عندوش صحة كويس فلازم الاتنين دول عشان يقوموا المواطن يقوموا الدولة وترجع مصر لمكانتها المرموقة في القرى الأفريقية وعلى مستوى العالم وكل ده مش هيحصل لو ما فيش تحول رقمي لو ما فيش الخطوات اللي الدولة اتخذتها للتحول الرقمي لو ما فيش زي ما حضرتك قلت الاهتمام بصحة المواطن فإذا يعني احنا أمام مشروعات قومية وفي ظاهرة هي معنية بملف تحديدا الطرق والمحاور الكبرى سواء كان مش هقول بقى في القارة فقط لأن في جمهورية مصر العربية لأنه ما فيش نقطة في مصر ما فيش طريق بيستحدث فيها لكن هي في النهاية بتنعكس على أكثر من ملف زي ما قلنا وكلها بتضفر في بعضها يعني الأستاذ أو المهندس جمال عسكر الخبير الخاص بالطرق بنشكر حيك فنم لوجودك معنا في صباح وقت شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لتقم العمل